في التفاصيل وكذلك النتائج ما دلالات مشاركة 36 جوادا من خارج دولة قطر في مهرجان سمو الأمير المفدح هذه بداية السباقات الدولية تعتبر قطر من أوائل اللي يبدون السباقات الدولية معروفة أن أوروبا وأمريكا من الناس الذين يبدون متأخر في السباقاتهم لأن جوهم بارد في بريطانيا في شهر واحد و شهر اثنين و شهر اثنائش في قطر دول خالي تستطيع أول السباقات الدولية والعالمية و من ثم نذهب لهم الله مالك الحمد قطر قدرت تستطيع 36 رأس جاي من برع من أدة دول مثل أمريكا وأوروبا في أرلندا و فرنسا وبريطانيا و قدروا يجبون خيال بعد من أعمان الله مالك الحمد نجاح قطري كبير كليف تخر فيك لها القطر يفتخرون فيك لها الخليج يفتخرون فيك الله مالك الحمد نشك الشكر الخاص للإدارة على دعمهم من السباقاتنا طيب باعتبارك من أفراد أسرة الفروسية كيف كان المهرجان على صعيد فعالياته وهو الذي يعد احتفالية متكاملة لنقول والله السباق كان أحسن من أحسن ما كنا متوقعين احنا يعني كان أفضل بمستويات تواجد بس دائما نحن نطمع و نبيه أن الاسباقات تكون عندنا أفضل وأفضل لأنها ما في كتري يعني وده أن يشوف قطر أحد أحسن منها فاليوم حتى لو قطر الأفضل نتمنى و نطلب منهم الأكثر عشان الجهود عشان نتم في الغمة يعني في مثال يقول لك الوصول للغمة سهل لكن الحفاظ عليها أصعب صحيح فإننا قاعدنا نوصل للغمة شيء سهل يعني هذه الأشياء هاي لازم إحنا نسويها هاي واجب علينا أن نسويه فالواجب الأهم اللي علينا أن نحافظ على صدارة الاسباقات عندنا نتمنى أن الريكوردات اللي عندنا قاعدة تنبني والأشياء اللي قاعدة نسويها ما تتكسر وتروح على الفاضي في أغوال قاعدة تصير برا عن نادينا في نادي جديد راح ينبني عشان سباقات قطر تطور في أشياء قاعد نسمعها برا عن سباقات قطر راح تطور جواز راح ترتفع هاي كلها مش عشان احنا الملاك الغطارين هاي كلها عشان نجذب الأوربيين والعالم عشان يحطون النظر على قطر ويعرفون قطر دولة صغيرة لكن مقامها عالي في كل الرياضات مثل الخيل والكورة والطأرة والسباحة وكل ما راح نستضيف في المستقبل الله مالحن الله مالك الحن قدرنا نخطف ثلاث أشواط من أربعة كنا مشاركين فيهم في اليوم الرئيسي طبعا قبل الحديث عن إنجازاتكم على المستوى الشخصي دعنا نتحدث أولا عن من خطف الأضواء في هذا المهرجان الكبير الحديث هنا عن الجواد إبراز الذي توجى بطلا لأغلاء الأشواط محققا بالتالي تاج الدوحة الثلاثي ما سر هذا الإنجاز وهذا التألق مثل ما قلت لك اللي شاف سباق إبراز ولا اللي أهل الخيل ما ينظرون مني كلمة يعني إبراز ما شاء الله عليه هذا الأحصان ولا هذا الجواد تكلم عن نفسها سلالتها تكلمت عن نفسها إبراز وبو عامر كلهم يعني من قطر ما سامريد خذوها من فرنسا الشيء محمد بن خليفة كلنا نعرف أن السعادة الشيء محمد بن خليفة الثاني واحد من الملاك اللي يدور أفضل الدماء في العالم أفضل الأفرس في العالم أفضل اللفحة في العالم في بولندا في فرنسا في أمريكا في بريطانيا في الخليج في أي مكان في العالم في عمان في أي مكان في العالم بيروح بيشتري بيأخذ بسعاره مبالغ وبيجازف عشان يكون في الصدارة الله ملك الحمد يعني نحن نحمد ربنا أننا عندنا مالك بهذا الأسم أو حتى ملاك بهذه الأسمية مثل سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة وسعادة الشيخ محمد بن خليفة من يلاتهم في الثربرد متفوقين وناجحين عندنا سعادة الشيخ جعام بن حمد الثاني يعني ما شاء الله عليهم كافيين وزود إن شاء الله نحن بعد نحاول يعني نساندهم وياهم ونحارب نحارب عشان نكون الأفضل في العالم طيب ماذا عنتاج الدوحة الثلاثي قدود ثم قوس النصر فسيف سمو الأمير المفاد هل كان هذا الإنجاز منتظرا هذا الثلاث أسام التي ذكرتهم فخرها هل قطر لأننا قدرنا نأخذ قدود برعاية غطرية قوس النصر برعاية غطرية سباق قطر في قطر برعاية غطرية فأن قطر تكون ممثلة في أكبر سباقات وأعرق سباقات بريطانيا شيء فخر بالنسبة لنا شيء كبير بالنسبة لنا سباق قدود اليوم معروف أنه من أهم وأكبر محطات المدربين وأعرقها بعد في العالم سباق الأرق ديتاريوم هو مثل ما تقول بتسكر كتاب موسمك يعني أنت إذا بتشتهد 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 بتفوز في سباقات العريغة بتروح المضامير الكبيرة بس في النهاية أنت عندك تارقت واحد تارقت سباق أوس النصر صحيح الأرق ديتاريوم في المعروف فيه من عقبها للخيل العربية وللخيل مهجلة صيلة سووا قطر التاج الثلاثي سووا حق الخيل العربية وانتمنى أن نتصر حق الخيل الإنجليزية عشان المدربين والملاك والخيالة بعد يحربون وينافسون في الإسباقات هذه الله مالك الحمد لقنا تحدي كبير تحدي جديد ومنافس جديد بعدنا وركور جديد عشان نقدر نكافح ونرسم التاريخ ونسوي تاريخ جديد لها القطر أول من نسوي هذا التاريخ حين سعادة شام حمد بن خريفة وان شاء الله لن يكون آخر تاريخ له وان شاء الله لن هالقطر لا يكونوا مش قادرين على التاريخ نحن مثل ما شفنا الشيخ محمد بن خريفة قدر يخطف أول تاج الثلاثي لكن إن شاء الله لنه مو بآخر تاج الثلاثي ولا آخر تاج الثلاثي لنا ولا لهم حتى نحاول نرسم التاريخ من أهل القطر من ملاك القطريين من الشيوخ هالقطر حتى الأهالي الغطريين نحن كل واحد لا هدف أنه ينتج بطل يفوز في التاريخ الثلاثي فدام أن محمد بن خريفة قدر يسويها سعادة شيخ محمد بن خريفة أبو خريفة قدر يسويها فما في حد في عالم الفرسي أما قدر يسويها واضح أنت كان عليك أنك تشتهد وتحاول والباقي على الله إن شاء الله طيب ماذا عن فوز الجواد فرانش كينغ الذي اقتطعه نصيبا مهما من الانتباع مثل ما قلت لك النجاح القطري قاعد يصير من أهل قطر نفسهم يعني فرانش كينغ بطل سباق دولي شوط يعني يعتبض قروب ون اليوم فسباق الأمير بحضور سموه الأمير يفوز حصان من أنتاج أهل قطر من أنتاج شيخ من شيوخ أهل قطر شيخ عدلا بن خليفة أبو خليفة أنتج هذا البطل وقدر يركض في هذا الشوط ويخطف الشوط سنتين وراء بعض فالشيء فخر بالنسبة حق أهل قطر أننا قدرنا ننتج حصان بطل فاز قربان في ألمانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا في كل المضامير العالم تقريبا في أوروبا ولكن باقي لهم حطة وحدة في أمريكا نيفوزة ويصير حصان دولي يعني على مستوى أمية بالأمية ولكن إن شاء الله نقادر عليها أبو خليفة إن شاء الله طيب خليفة بن شعيل الكواري أنت أحد الملاك ومن المتألقين في مهرجان سمو الأمير المفدى ثلاثة ألقاب منها الشلفة وكذلك السيف الفضي كيف تقيمون هذا الحصاد إنجاز التعبير الله مالك الحمد قدرنا نخطر ثلاثة أشواط شواط البدع مائل وشواط السيف الفضي وشواط الشلفة في يوم الرئيسي نحن الحمد لله كتابنا تاريخ بخمسة أشواط ونردنا بثلاثة أشواط نظر أن ننفوز كل سبعة أشواط التي كاتبنا في سباق الأمير ولكن نحن لدينا هدف ونتمنى التوفيق من الله فزت مع الجواد سير أرثر دانين مع الجواد الملهوف مع الفرس البطلة ليدي برينسس التي فرقت عن جميع الجياد حسست الناس الموجودين في شواط أنها تركض بروحها على المستوى التي أدتها حتى لدرجة أن المدرب الفرس هذه انصدم طريقة ركضها يعني توقع منها أن تأدي أداء ممتاز وتفوز ولكن ليس بالمنظر الذي شفناها فارغ حتى حشى تطول عن أقرب جياد لها تغريبا ترجمة نانسي قنع